أخبار الأكاديميات يا كبت الأكاديميات دلوقتي إحنا طبعا بعدنا ثلاث سنين كنا شغالين بشكل تقريبا مكسف في أننا نحاول نغطي جميع المحافظات والآن هي عندنا أكتر من 22 أو 23 أكاديمية أكتف يعني شغالين والآن عندنا فتحنا بنحاول نفتح ثلاث أفرق خط ما أفعل لجمة التخطيط الحقيقة اللي هي في زفتة يعني حقيقة لدينا مكان مميز جدا وهي هناك في مكان حقيقة مقتصد بالسكان يعني حقيقة الأهلوية بشكل كبير جدا حقيقة استقبلون استقبال غير طبيعي فأتمنى إنه هذا المكان يبقى برضو يفرخ للنادي الأهل اللعيبة كويسة عندنا حقيقة برضو في أبو حمد شرية شرية دي من أغنى الأماكن اللي فيها لعيبة مميزة ومواهب كمان ما شاء الله والسنة دي خدنا من الشرقية لوحدها مش أقل من 24 لعيبة على مستوى المراحل السنية المختلفة يتشافوا في قطاع النشيبين اللي ويتشافوا وكمان يعني أقولك إيه محتاجين لعناية في الأكاديمية هتكلم لك على برنامجة جديدة اللي أنا هعمله بحيث أن اللعيبة دي لا تقل في تدريباتها عن قطاع النشيئين فدي حتة مهمة جدا أن أخطتها حياء عهد لي أن أنا اللعيبة المميز في الأكاديمية بنعرض كبشاطة حياء كمانات التي بعد الصور واللقطات للأكاديميات ودي من اسكندرية ما أنت عارف أكاديمية اسكندرية دي فيها جمان برضو حياء في الكابتن يقوت المسؤول عن هذا الفرح حياء شخصية حياء استاذ دكتور في التربية لايب سابق عندهم نادي اسمه نادي بايونيرز نادي ده في الدرجة التانية بيلعب في الدرجة التانية في حقيقة المكان ده أنا بعتقد أن من أفضل الأماكن من حيث الاهتمام باللعبين وتدريب المدربين على كيفية انتقاء البرامج لللعبين كلها حاجات مهمة جدا فأنا أبقى أقول يعني والملعب حقيقة جديد حقيقة مادام عيدة المسؤولة عن الملعب حقيقة عملتنا ملعب جديد لنك لسه يجب أول ناس استعملنا أي مكان جديد بتروحها كبشرة طيب أبقى ليه مواصفات عشان تفتح في المكان ده أكاديمية النادي الأهلي ببقى فيه اشتراطات منك أو ما هات بتروح تبص آه متوفر واحد اتنين تلاتة اربعة خلاص ممكن نفتح فرح هنا والله أنا طبعا يعني قبل ما أقرر في أي حاجة بطلب من الشخص أو المكان اللي حنعمل فيه أكاديمية يتصور للأول صور بالليل وبالنهار وبعد كده أروح أشوف الملعب اللي موجود ده أنا لا يمكن أخش في أكاديمية فيها ملعب سداسي وسباعي لازم يكون ملعب كبير أو ملعبين كبار أو ملعب كبير وملعبين صغيرين أو ملعب كبير وملعب خماسي أو سباعي ندي الأهلي عشان العداد بتزيد فلو روحت في ملعب واحد وعندين ملعب كلها الحقيقة بتبقى مؤجرة لأكاديمية التانية فإنت محتاج إنك تتفرق وقت كويس قوي لأكاديميتك لأنك إنت ممكن تبدأ بمتين وعندين يوصلوا تلتمية ووصلوا أربعمية ووصلوا ستمية وصلوا ألف وصلوا ممكن فبالتالي أنت محتاج إن ملعب ده وقت يكون عندك فترات تدريبية فيه في المواصفات اللي موجودة فيه يكون فيه غرف ملابس يكون فيه مخزن للأدوات يكون فيه مكتب لمدير الفرع والتحصيل عشان الحقيقة التحصيل مهم جداً لما تيتحصل مش هتحصل في الملعب جوه لازم يكون عندك مكان خاص يجي وللأمر يخش إملى الاستمارة قدام الناس وإن هو استمارة الاشتراك استمارة فيها 25 بند لازم يكون مستوفر للعيب صحياً وبدنياً ويكون عنده كذا وكذا وكذا فهو للأمر يقرأ هذه الاستمارة والاستمارة دي مهمة جداً اللي كنت عارف كنت جبتها عشان الناس يشوفها لأن الاستمارة دي فيها لايحة بتاعت الأكاديمية نفسها شروط الأكاديمية الأكاديمية هدفها إيه والأمر لازم يرى الحاجات دي قبل ما هي يعني يدفع حتى مليمي يعرف إنه فلوس دي مش رايحة يعني غرض تجاري لا فيه غرض فني موجود من خلالها حاج بتقول 24 لعب من الشرية بس هيتشافوا في قطاع الناشئين مميزين إن شاء الله حياة وفي وجودك كابتن بدري رجب طبعاً يعني يجي بقى إن شاء الله يتواجد معنا في الأكاديمية على فترات متقطعة يشوف بس اللعيبة الحياة المميزين دول وأنا كده في قناة الأهلي بقول إن أنا من أسبوع اللي جاي جاي بكل اللعيبة اللي اشتركت في البطولات الموجودة كلها المميزة من جميع المراحل السنية يتعدوا 250 لعيب كل المراحل السنية من جميع الأكاديميات هؤلاء اللعبون إن شاء الله حيجيبهم يوم السبت ساعة 6 مساء 3 سبعة وعدي كده يوم الخميس 8 سبعة حيجوا إن شاء الله يتدربوا عشان برض يكونوا معنا دائماً في هذه السنة من خلال إن أنا بندي برامج خاصة دلوقتي للعيبة المميزة زيادة عن التدريبات المحطية العادية وديه لو ما عملناهاش اللعيب لا يمكن ينافس أي لعيب في أي قطاع لأنه اللعيب القطاع بيتدرب من 3 أو 4 أو 5 مرات في الأسبوع وعدينا عندنا مصشات حنشارك في السنة دي إن شاء الله في جميع البطولات الحاملة للإتحاد المصري والأكاديميات أو للمناطق منطقة القاهرة أو منطقة الجيز إن شاء الله شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة